سيتعلم دلوقتي حاجة مهمة جدا و ازاي اغير اللوجو و احطه لوجو يخص موقع انا طبعا لما العميل بتاعك يدخل على موقعك او الدستور بتاعك و يشتري استضافه او دومين او سيرفر او VBS بيبقى ليه لوحة التحكم علشان يقدر يتحكم في الاستضافة بتاعته طيب لوحة التحكم دي الطبيعي فيها لوجو اللوجو ده بيبقى لوجو مشترك ما بين كل العملاء بتاع رسيلر بانا الرسيلرز اللي زيك بمعنى صح فمن الافضل طبعا انك انت تحط لوجو يخص موقعك انت او شركتك انت بحيث ان العميل يحس ان الكنترول بانا بتاعك هي بالفعل بتاعك انت مش حاجة مشتركة ما بينك و ما بين حد تالي طيب نعمل الكلام ده ازاي كلم ده بسيط جدا باجي على ماي ستورج وباختار كنترول بانا البراندنج بيفتح لي الصفحة اللي اقدر من خلالها اغير اللوجو طبعا الصورة اللي احنا شايفينها قدامنا دي دي صورة الكنترول بانا بتاع العملة بتوعك لما العميل بتاعك يفتح الكاونت عندك و يدخل على الكنترول بانا بتاعه بيبقى هي الشكل ده طيب ازاي اغير اللوجو فين اللوجو ده اللوجو ده اللوجو اللي هو حرف اله ده و جنبه ايه هبسيا كنترول بانال ده اللوجو الديفولت بتاع كل الناس طيب انت المفروض تغير اللوجو ده وتحط اللوجو يخص اسم شركتك انت بتيجي على ابلوت فايل فبيفتح لك ويندو تعمل براوس وتختار الصورة وتضغط على اوبن بيجيب لك زرار تقول له ابلوت بيحط لك اللوجو اللي انت اختارته مكان اللوجو الديفولت ده ومش كده وبس طبعا لوحة التحكم هنا بيبقى لها سكيمة لونية معينة لها ستايل معين يعني ستايل الاسود داكن شوية ممكن انت تغير الكلام ده بيديك هنا اكتر من سيم ده السيم الافتراضي بتاعنا ممكن تغيره الازرق في درجة تاني من الازرق في درجة الاحمر في كذا سيم ممكن انت تختاره تخلي لوحة التحكم بتاعك تبقى بالسيم ده او باللون ده وكده تبقى انت حسست اليوزر بتاعك ان لوحة التحكم دي حاجة تخصك انت اشتركوا في القناة